اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القلب تاني فيعمل ادمة وده مميزة تلاقي اللي عنده ظاهر عليه اعراض تنفسية وتلاقيه بيكح ومش بيكح دم مش بيكح كحي طبيعي لا بيكح دم كمان بيسموه الاعراض اللي عنده بتكون تنفسية اكتر لان الموضوع يخص البلمونري اكتر الرايت هنا الرايت سايد او الرايت فنتريك اللي يعني كمية الدم اللي رايحة للفينوس سيركوليشن قليلة فيحصل اكيوميليشن للدم في البريفرال سيستيم يعني البريفرال فيناس سيستيم يعني فانكريزة الفينوس بريجر يؤدي الى الكابلرز نفسيها او شو عادة ما هي هايدروستاتيك بريجر سروف فيناس سيستيم يزيد فما الضغط بتاع الهايدروستاتيك بريجر يزيد اللي هو ان الدم مش قادر يرجع لي القلب تاني اللي هو يحصل ادمة ادمة في اماكن معينة من الجسم الاعضاء نفسيها مش بتقدر ان هي تتكيف مع الوضع ده وهوضح لك يعني ايه رايت هارد فيلير تلاقيه بطنه كبير عنده تلاقي الكبد بتاعه كبر حصل في وفي وده مميز فورورد و باكورد لو هنقسم الهارد فيل فورورد و باكورد بقولك ان فورورد معناه ان الكارديك اوتبوت قليل فالبر فيوجين بتاع الدم قليل اما الباكورد اللي هو جاي الباكورد اللي هو جاي فده بيزود الاتريا والفينس بريجر حل? يحصل اني الفلود يطلع من الكابلرز يطلع من الشعار الدموية الفلود اللي هو موجود في الدم تمام? ويخش في الكسرة بطنه تكبر تمام? تمام عشان كده بيسموه باكورد فيل ده لو قسمنا ايه الهارد فيل الى فورورد اللي هو ان الدم مش قادر يوصل الى باكورد الدم مش قادر يرجع هاي ولو الهاي اوتبوت فيل لو قسمناها كده اه اه ده هارد تو وورك هارد يعني انا هبز المجهود كبير جدا فممكن يكون عندي حيسمها هاي هارد فيلير هاوتبوت هارد فيلير يعني انا محتاج كمية دم كبيرة عشان اكسجين كتير او لو ده بقى اني يعني لو اوتبوت فيلير يعني حصل هاي بوفولوميا مثلا واحد اه سايح في دمه وممكن يحصل له حيسمها لو اوتبوت فيلير وده بيحصل امتى? قلي بيحصل نتيجة هاي بلود بريجر هاي بوفولوميا وده بيحصل في الكيس دي لو حصل حاجة اسمها هاي بوفوليميا اكيوت وكرونيك اكيوت الموضوع ايه يعني واقتي وبيروح ان كمية الدم اللي القلب بيتلحها قليلة بس ده وقتي وبنبدأ نرجع تاني الوضع الطبيعي الكرونيك مع الوقت القلب بيحصل حاجة اسمها كومبنساتري ميكانيزم ان هو بيبدأ يتكيف مع ان ان كمية القلب او كيصور كمية الدم اللي جاء من القلب قليلة فانا هعمل هبدأ ازبط احتياجاتي على الاساس ده ويحصل لنتيجة حاجة اسمها احتقان في الكمية عشان كمية الدم اللي جاء قليلة ده لو هنسميه اكيوت ويه وكرونيك طبعا اصعابهم كرونيك يعني مع الوقت هو بيبقى عايش بس بس يعني في وقت ممكن يحصل لكن خلاص الاكيوت ده اللي هو ايه وقتي وخلاص يعني ورجع الوضع الطبيعي اسباب كتير تؤديني الى الهارت فيلير الدي ام والسموكينج والاوبازيتي والكلسترول العادي والكلام ده كله يؤديني الى هارت فيلير الاريزميا والاندوكارتياتس والفالف اللي فيها مشكلة الامبوليزم كل ده نوتريشن طبعا هارت فيلير طبعا طبعا هايبوفلوميا اللي انا اضعك عليها من شوية ادي اسيدي اللي هو سبب او ايه اعراض تنفسية في احتقان كمية الدم يعني راحت ومرجيتش يعني راحت السيركيليشن مش طبعيا ان هي تروح وتيجي تروح ل الرئتين وترجع تاني القلب لا يعني هي القصة هنا بيحصل بقى ايه ويزنج وكف ويتلاقي بيكوح ايه بيكوح اا دم اما الموضوع يخص يعني يعني بيزيد بيسموه في بعض الاحيان مميز كوربرمونال كوربرمونال ده يعني اهم حاجة لو انت تعرضت الحالة زي دي تاخد كويس جدا اا اي بي جي طبعا مهمة تطلب اي بي جي او الطبيعة اللي يطلبها طبعا مهم الميديكال الميديكال بقى ان انت هتعمل حاجة اسمها دي كومبنسيشن لو مريد جاي لك اا يعني اا بيعاني من اكيوت هارتفيلير فهتدي حاجة لازم تدي حاجة يعني او كرونيك لو هو الموضوع مزمن عنده مهمة وفي حاجات امفيزيف طبعا اشهر الحاجات اللي بتشتغل على الهارتفيلير دايجوكسن بيتابلوكر الانوتروبس والارب وليسين هيبترز دايجوكسن بيكسرت ان هو بيزود بتاعت القلب واجرعته مية خمسة وعشرين من الف الى خمسة وعشرين اا من اا مية وده بيتاخد الاول وممكن يتاخد في البيتابلوكر اا زي او الكارفيدلول اشهر حاجة بتستعمر فيه وده بيتاخد مع الاكل الاينوتروبس ودي موجودة بقى في التواري تلاقي اي طواري فيها الاينوتروبس دي الدوبامين وده بيتاخد في حالات ايه الاميرجنسي لس الانهرابيترز اا وده بيتاخد على معدة خاوية و اا وهي من ضمن و لكنها ليست في الهارت فيلر طبعا في حاجة اسمها الووتر بيلز او الديوريتكس ان هنا انت بتقلل اللوت على عدد القلب ان انت بتطلع المياه اللي في الجسم عشان تقلل اللوت على عدد القلب اشهروا طبعا الزيزايد واللوب دايوريتكس هما دول بتاسهم لايستعمل وغيره لايستعمل الزيزايد واللوب دايوريتكس هما دول اللي بيستعملوا في لو جالك اختيارات كيس وبيقول لك زيزايد واللوب دايوريتكس واكتر من حاجة يختار لتنين دول زيزايد زيزايد اللي هو الكلورو زيزايد او الهايدرو كلورو زيزايد اللي هو الفرس اللي هو اللازكس الموجود في الماركت يعني بيسموها او يعني الحياة اللي بتسحب المياه من الايه من الجسم عشان اقلل اللود على العدد القلب طبعا في حاجات سيرجيكال نعمل حاجة اسمها هارت ترانسبلانتشن وده اه الهارت ترانسبلانت ليها يعني سيرجيكال بروسيديورس كتيرا اه سواء سيرجيكال بروسيديورس او ان انت بتقاهل العيان ان هو اه يحصل عملية هارت ترانسبلانت اه طبعا فيه كسير ان انت بتعمل عملية ناقل القلب اللي هو مريض مريض كبير في السن في الخمسة ستين سنة او عنده او عنده او عنده اي مشاكل في الكلاة او الكبد ما ينفعش ان انت تنقله القلب و اه عنده امبوليزم مسلا عنده كل الكلام ده كل حاجة يعني اه سموكر ما ينفعش بريو بريتف كسيدلة انت تكون فاهم يعني ايه بريو بريو قبل ما يخش العملية بتحق بتديله طبعا هو انت هتجيب عضو جديد عالجهاز المناعي هلي هيبالي ولا لا فانت بتعمل عالجهاز المناعي ان انت سابريس عشان نقدر ندخل العضو ده بان حد ما يحصل قبول من الجاز المناعي للعضو الجديد وهو القلب. الدونر لازم ان يكون سيطابل طبعا. ان انت بتستمر برضو على والفترة اللي هيقعد فيها المريض بعد ما يتنقل له عضرة قلب او القلب بتعتمد على بتاعته يعني وقدرة الجسم ان هو يتعامل او يبدأ ان هو يعني العضو الجديد معي. في عسمها كارديو بلاستي وده الجهاز كده بنركبه اه او سري عبارة عن سيرجيكيل بروسيدورز اه اه بي بنجيب عضلة من نفس الجسم نفس الجسم يعني ونحطها في الايه في الهارت بحيس ان هو يشتغل على نفس الشغل يعني يعني يعمل حاجة اسمها سبيشال باسميكر يعني سبيشال باسميكر ده بنحطه جوه العضلة وتكونتراكت بزي المايكارديان بالزبط يعني. في عسمها فينتريكولر اسيست ديفايس وده الجهاز كده بنركبه بيعمل اه بيتز زيها زي المايكارديان بالزبط. في عسمها كارديك ريسينكرونازيزيشن ثيرابي. والريسينكرونازيزيشن معناه ايه بقى? معناه ان انت بتخلي عضلة القلب تبيتز اه نفس الايه الوضع الطبيعي. السينكرونازيزيشن هنا اني ممكن تستعملها اسمها. الحاجات اللي بتديها لي اه اه يعني الجهاز كده بيحطوه على عضل على صدر البناة دم بيدي بالس. البالس دي بتحرك العضلة القلب ان هي تبدأ ان هي تبام بي تاني. هي موضوع في الاوة في الاخر. يعني هو بيدي اه اه بالس كده. بتخلي عضلة القلب تضخ الدم ايه? تاني. هي اسمها سي ار تي. سي ار تي دي فيبريليترز. ودي موجودة في الطوارئ يعني او اي اي طوارئ تلاقيها فيها الايه? الجهاز ده يعني. الصدمات بيسموه جهاز الصدمات. طبعا البلية تفسيره بي لو واحد بقى ايه اه اه ان انت يعني لو هو اصلا هيبقى الموضوع كرونيك بالنسبة له هيتعاش معاه فانت لازم انتو كونسل يعني. ان هو يعني في في اوقات لو لو زود فيها السويل ممكن يحصل اه ممكن يحصل في الكيس فانت يو مست هيلب. البيشنت ان هو اه اه ان اه ان هاي اللي هيبقوا معاه. كلام ده مهم. طبعا الهيتنج مهم جدا يعني اه اني اني مريض الهارت فيلر لازم ان تتك ان اناف كالورز ان نوترينز طبعا عشان بيحصل اه ويت لوس طبعا اه فاده مهم مهم يعني شغل النيوتريشن الخاص بالهارت فيلر او مريض الهارت فيلر مهم جدا ومهم ان انت ما تخصبش عليه اكل ده مهم يعني انت تدول الحاجة اللي ينفع تتاكل او يعني سهل ان هي تتاكل اه اخيرا في المحطة الاخيرة من الهارت فيلرية فيها بحيث بتقول ان الفيتامين دال مهم لكارديك فانشن والفيتامين دال مش مهم بس الكاربيك فانشن او مهم الجسم بشكل عامل في الاخر انا بقول لك الهارت فيلرية اه مش بس لازم يكون ياخدوا بالهم العيام مهمة دي نقطة مهمة جدا يا ياخدوا بالهم منه من ناحية من ناحية المواعيد بتاعت الادوية لاني النقطة ده من المرضى بيكون حساس جدا يا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة